الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان يا طالبا سبلا لجاة وراغبا حفظ القرآن بلهفة وتفاني إني أسوق موضحا لك خطة تبدوك مثل قلائد العقيان تقرأ بها القرآن سهلا لينا تنجو بها من آفة النسيان أخلص لربك وادعه ليثبتك ويزيل عنك وساوس الشيطان ودع الذنوب كبيرها وصغيرها فالذنب يطفي جذوة الأذهان وعليك بالشيخ المؤيد بالسند الحافظ الثقة الكريم الداني الزاهد الورع المضيئة حاله بمكارم الأخلاق والإيمان لا تنقطع عن درس شيخك مرة واحذر من الإهمال والرغاني اذهب إليه ولو بحفظك آية فالوصل يروي ظلة الضمآن عقب الصلاة احفر ثلاثة أسطر مع كل فرض لا تكن بلواني مجموعها هي عشرة مع خمسة في كل يوم باسم غياني مجموعها في ستة يا صاحبي تسعون سطرا وضحت ببياني في سابع الأيام راجع ما مضى لتثبت المحفوظ في رسخاني إن شئت فاحفظ خمس آيات فقط في كل يوم طيب الأركاني مجموعها خمسون مع مئة إذن في كل شهر يا أولي الحسباني راجع وكرر ما حفظت بنا ملل واكتبه مشروحا ببعض معاني راجع مع الأصحاب في وقت اللقاء والنصح للأخوات والإخواني وقراءة في هاتف لو آية خير من البطلان والهديان وقرأ بوردك في قيامك بالدجا فالليل فيه لطائف المنان في سائر الصلوات أيضا فقرأا واشكر لربك واسع السلطان وانظر إلى الآيات إن الناظر عول لنقش الذكر في الأذهان واحفظ فؤادك ما استطعت من الهوى حتى يضيء القلب بالقرآن وعليك بالمتشابهات فإنها عول لحفظ الذكر والتبيان إن التشابه في القرآن كرامة للحافظ المتدبر اليقضاني وإذا نسيت الحفظ أو كثر الخطأ لا تيأسن فذا من الشيطان وإذا ختمت فراجعا في سبعة متأسيا بنبيك الإنسان وابرأ من الشرك الخفي وشره واطهر من الأحقاد والأضوان لا تنتظر أبدا ثناء من أحد أو مأربا إذ كل شيء فاني سر خاشعا والبستيابا طيبا متطيبا بالطيب والريحان واخذ السواك مع القرنفل في فمك متنظفا لحلاوة القرآن ودعي القبائح والردائل والمراء لا تغد في الأفعال كالصبيان ودعي القراءة في مكان سيء كمكان أهل الفسق والعصيان ودعي التسول بالقرآن وعش به رجلا كريم الطبع غير جبان واستغن بالقرآن عن دنيا البشر ثم استعن بالخالق الرحمن نزل القرآن لتعملوا قومي به لم يأتي للزينات والأحزان يا حامل القرآن فقرأ وارتقي رتل فأنت المؤمن ربان بل أنت خير الناس قال المصطفى بحديثه المروي عن عثمان يا رب عفوا إن أسأت فإنني عبد ضعيف يا إلهي فان ولئن أصبت فمنك وحدك خالقي أنت الكريم وواسع الغفران نظم الكلام محمد بن أبي الحسن أكرمه يا ذا الفضل والإحسان ورفاقه في مجلس اقرأ وارتقي يغفر لهم بشفاعة القرآن وكذا ككل مرتد ومعلم أغدق عليهم نعمة الرضوان ثم الصلاة على النبي محمد ما مر وقت في الورى وثواني ثم الصلاة على النبي محمد ما مر وقت في الورى وثواني